من الحاجات كمان الإكتشافات وعلى أساسها ربنا أكرمني وحصلت على جازة الجماعية الأمريكية العلوم الحيوان جازة التمايز العلمي ملك الزراع لسنة 2020 نحن لقينا مش بس التغذية بتأثر على الأمة لكن كمان بتأثر على الناس ونحن الناس لنا ما تدنهوش أي إضافة تاني يعني نحن نأكله عادي من غير إضافة المسيونين وبالتالي كل التأثير اللي جاي عليه جاي من الأمة وبالتالي إننا المسيونين ده بيقدر إنه هو يزود العناصر الغذائية اللي وصلة للجنين عن طريق إنه هو بيغير في الجينات اللي موجودة في المشيينة يعني ده بيؤدي إلى تحسين صفات الجنين بيحسن صفات عن طريق الأكل لسه ما عملتش ولا تهجين ولا حاجة ولا أي حاجة خالص نتكلم على متوسط وزن جنين أو وزن عجل خلينا نقولها بالطريقة البلدية شوية ثلاثة كيلو جرام زيادة في الوزن من غير عسر ولادة ودي رقم معقول يعني رقم ممكن يقل يعدل 15% أو 10% من الوزن الأصلي للجنين فايدة ده إيه؟ فايدة ده إن أنا بأخد جنين بصحة أو مولود بصحة أحسن الوزن بتاعه عالي وبالتالي أنا أقدر أفطمه على عمر صغير لأننا بنفطمه على وزن فكل ما الوزن ده قدرت إن أنا أوصل فيه بسرعة في وقت أقل فبتل وفرت في التغذية وفرت في العمالة العجلة أو الجنين اللي مولود ده هيبقى بقرة في وقت أقصر وبالتالي هيدخل للإنتاج بدري وبالتالي أقدر أخد منه محصول لبن أكتر بكتير من الحالة الطبيعية أنا بزود وزن بشكل مثالي يعني بقى الوزن عضلات أو لحمة بالضبط وده اللي أنا محتاج وغير كده كمان لقينا إن هو من الحاجات الجدية اللي اتشفناها إن المسيونين ده بيخلي مايكروبيات نفعة تقدر تعدي من المشيمة من الأم تتنقل للجنين وتدخل جوه الأمعاء بتاعته الجنين ده لحد ما يتفطهم ده بيعتمد على الأمعاء علشان تخدم اللبن وتخدم العناصر الغذائية اللي أنا بديه له وبالتالي كل ما حسنت عدد الميكروبيات النفعة كل ما حسنت كفاءة الميكروبيات النفعة دي هخلي الميكروبيات الضرلة اللي أنا مش عايزها ما تلاقيش مكان إن هي تدخل جوه القناة الهضمية للمولود ده وبالتالي ما تقدرش إن هي ما تتقساش بالضبط ولقينا كمان إن المولود ده أو العجلة ده بيقدر يستفيد أكتر من الأكل كمية الأكل اللي هو بيأكله وبالتالي يقدر كمان غير إن هو وزنه كان زيادة أصلاً مع الميلاد يقدر يوصل لمعدلات تحويل أو معدلات نمو أعلى بكتير من قراناقه اللي ما يخدوش من الأم ومع الكبت سليم فتمثيله الغذائي أعلى تخزين الدهون أقل بزرط صحته أفضل عمره أطول أو متوسط العمر يزيد بالضبط كل نحن نتكلم كل دي بتترجم في كيان اقتصادي زي المزارع لفلوس فكل ما نوفر في كل مراحل الضعف دي هقدر إن أنا أخد ربحية أكتر فدي كتت واحدة من الاتجاهات الحديثة اللي احنا اشتغلنا عليها من الحاجات اللي احنا اشتغلنا عليها كمان احنا يعني نتكلم في الأول نتكلمنا على جودة الأكل طب هل في طريقة أن أنا أقلل كمية الأكل وحفظ على الانتاج الأكل ده رقم احنا قلنا 85% من التكلفة طب هل في طريق أننا لو أنا قدرت توصله لـ 50% أقل وحافظ على الانتاج ما هزدش الانتاج معنى كده أن أنا أقللت تكلف العملية الانتجية كلها 50% كانت الحقيقة ابتداءنا نلاحظ التكلفة تبقى بدل 85 تبقى 42 ونصف 45 45 بالزبط 55 بالزبط